شفت ازاي الفوز على فاركو خصوصا ان هو جاي بعد مباراة امام النادي المصري ما كناش مش هنقول موفقين ولكن كان فيه ظروف كتير خارجة عن ارادتنا ادت في الاخير لخسارة نادي الزمالك اوه خلينا يكون اقولك على حاجة ان عجبني العنوان اللي هو ان الزمالك يازم فاركو في ليلة في مصالحة الجماهير طبعا كانت الجماهير الآن بعد الهزيمة من المصري مباراة انا شايفها نجح جميز ان هو يتحدى الغيابات اللي كان في صفوف الفريق كان يعني يعتبر تشكيل اساسية غيبة بشكل كبير عن المباراة فاركو اما بسبب الاصابات او بسبب تراكم البطاقات طبعا انا شايف ان المكسب ان هو فيه ظهور مجموعة من الناشئين طبعا اكتساب الثقة لعمار ياسر ومحمد السيد طبعا دولا هنشوف ليهم مستقبل بعد كده وده طبعا زي ما قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات ان نادي الزمالك مليء بالمواهب وقطاع الناشئين محتاج نظرة وفعلا تم نظرة على هذا القطاع اللي هو من الممكن ان يبقى فيه لعيبة تانية غير محمد السيد عمار ياسر الفترة اللي جاية اثبتت مباراة فاركو ان عندك صف تاني قادر على تعويض العناصر الاساسية والصف الاول اثبتت برضو ان عبدالله سعيد اثبت ان هو استعاد زاكرة التهديف من جديد وده الهدف اللي سجلوا فيه مرمى فاركو ده اكيد بالتأكيد ان هو هيددله دفعة لمواصلة التقلق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم